اهلا بك عزيزي المشاهد في برنامج اسألوا ولن تسوقوا تعالوا نسمع ونشوف مع بعض سؤال الحلقة امرأة لمست يسوع من الخلف فقال يسوع من لمساني فهل الاله اللي هو المسيح لا يدري من لمسه واذا كان يدري فلماذا يسأل مبدئيا معروف ان مش كل سؤال غرض المعرفة او يعني الجهل بالاجابة فلما مثلا قتل قيين اخوه هبيل اللي سأله الله سأله فين اخوك عشان يخوه هبيل انه يعترف في اللي عمله وفي كتير من النوع ده من الاسئلة تاني حاجة الستة دي كان مرضها بالنسبة للهود نجاسة وممنوع عليها تلمس اي حد فلما سأل المسيح مين لمسني عشان يقودها يقود الستة دي للاعتراف بالقوة اللي خرجت منه فتعرف هو مين فعلا وسؤال المسيح في حد ذاته بيثبت انه عارف اللي حصل لانه زي ما قال بطرس ناس كتيرة بتخبط فيك وبتسأل مين لمسك لان المسيح خرجت منه قوة من ايمان المرأة وهو عنده استعداد الماضي خرج قوة منه لو انت وثق فيه فهو عارف ايه اللي حصل بالزبط لان القوة مش هتخرج منه غصبا عنه يعني وسؤاله زي ما قولنا كان ليها عشان تيجي وتعلن المعجزة اللي حصلت معاها قدام الكل فيتمجد وهي نفسها تؤمن وتعرف هو مين بالزبط وزي ما قولنا في البداية مش كل سؤال بيتسئل مستني اجابة او بيقول ان صاحبه مش عارف الاجابة عزين مشاهد فكر في اللي قلناه كويس ومستنينك الحلقة الجاية اسأل زي ما انت عايز لان برنامجنا اسمه اسألوا ولا انت سوقوا